ممكن ما نبص على الجزء بتاع الـ Human Information Processing ناحية الـ Speed. هو بيقدر ان هو يرياكت في وقتها دي. فهي بيقدر ان نديفين حاجة اسمها Reaction Time RT هي عبارة عن Time for a person to react to an input stimulus and initiate a response. ده يعني basic الوقت اللي بيحتاجه نحنا نعمل يعني نتعامل مع المعلومة اللي جاينا في الـ Sensory channels الموجودة عندنا ونرياكت بعد كده عشان نعمل action. فدي الوقت ده الحقيقة بيقل مع الترينيج يعني كل ما دربنا الشخص كل ما كان الوقت بتاع reaction بتاعه وكل ما كان قل وبيزيد مع السن ومع التعب ومع الاستعمال بتاع الأدوية او المخدرات. طبعا دي حاجة مهمة جدا نحنا بعرفين الكلام ده لان برضو ممكن يبقى فيه عندنا اه يعني الفاكت بتاع ترينيج ممكن يبقى لو اهمية ولازم ناخد ناخدها في التمرر بشكل كبير حقيقي. لو بتكلم عن الاختلاف بتاع الـ Speed دي او بتاع الـ Action Time على الاقل يعني لو احنا نتعامل ما عملناه الـ Definition مع الـ Steam Less Type. لو بتكلم عن الـ Visual Auditory هنلاقي ان الوقت بتاعهم هيكلم من 150-225 ميلي ساكن. الـ Auditory من 120-180 ميلي ساكن. فهنلاقي الـ Auditory احسن من الـ Visual في بعض الاحيان. فهناخد الكلام ده برضو في اعتبارنا. وفي نفس الوقت لازم نبقى برضو واخدين في اعتبارنا ان فيه عندنا Trade-off between Speed والAccuracy. يعني لو انا دلوقتي باضطر اليوزر ان هو يعمل عدد من الـ Decisions Per Minute اوكي مختلف عن الـ يعني مختلف او ازياد من وضع تاني. الاقي ان كل ما زاد عدد الـ Decisions مفيد تعامل Per Minute يبقى الـ Error Rate بتاعي بيزيد. يعني في عندي Curve هنا بيوريني هنا الكرب بتاع الـ Fast Speed اللي هي 6 Decisions Per Minute. والSlow Speed اللي هي 3 Decisions Per Minute. اوكي. وده اللوود اللي هو الحاجات اللي هي بتعرض عشان ياخد فيها Decisions. كويس. فبلاقي ان انا عندي الـ Error Rate بتاعتي بتزيد جامد جدا لكل 100 موفز. اللي ممكن ان انا توصل مثلا لو انا عندي اللوود بتاعي كبير شوية. يعني ممكن توصل مثلا 50% خطأ. يعني متخيلين دي 50% رقم كبير جدا جدا. طبعا انا ما بكلم عن اللوود اقل لو اللوود النص بينزل برضو الـ Error Rate بتاعي بينزل النص. فدي طبعا حاجة مهمة جدا علشان برضو ما اضطرش اليوزر ان هو ياخد معلومات كتيرة واضطر يعملها Processing بشكل سريع. لان ده كل ما انا حاولت ان انا اعمل Processing ده بشكل اسرع كل ما كان Error Rate بتاعي بيبقى اعلى.